اول حاجة احنا هنتكلم عنها انا عايز اقول حاجة بس ان المحاضرة دي بتاعت النهاردة دخلة في الميت تيرم تمام دخلة في امتحان الميت تيرم في الاسبوع الجاي طبعا انتو عندكم تحانات من يوم الجمعة مش كده ولا السبت لا هنبدأ الجمعة ان شاء الله فعشان كده مش هندي محاضرة الاسبوع الجاي يعني الاسبوع الجاي راح ان شاء الله بعد الاسبوع الجاي واللي بعده اللي بعده بقى حيكون هيكون ايه هيكون خلاص بقى فاضلنا هو اسبوعين بس في رمضان مش كده بزرد كده ان شاء الله فحنشوف هيبقى انظامهم ايه غالبا انا هدي هديكم يوم انتو مفروض في ناس عندها السبت مش كده في ناس عندها يوم الحد مفروض النهاية في الكلية معايا مع حضرتك يا دكتور بس احنا تقريبا الجدوى اللي عندنا كان نزل ان هي يوم الاربع اونلاين يعني اللي نزل في الجدوى الاصلا ان هي يوم الاربع اونلاين بس كانت في معاد بدري ساعة اتنين تقريبا او حاجة زي كده بالنسبة اللي ايه لباور واتصالات ده طور الفين وثلاثة ما عرفش بقية الناس ايه لا 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 هي كانت نزل اونلاين اللي هم بتوع الفين وثلاثة اللي هو بسط كده اسمها يومانيتي لنما دلوقتي هم بقى اسمها اي بي ام يعني هي تابعة الباور دلوقتي فالجدوى اللي كان فيه محاضرة السبت وكان فيه محاضرة الحد تمام ماشي يا شباب تمام فانعايز اشوفك في الكلية ان شاء الله بالكلام ده هنشوف بقى امتى بقى يا هلت ممكن في رمضان ولا بعد رمضان مش عالي ايه رأيكو يعني اه المندوق يرد او اي حد تاني يرد يعني هو كان الافضل ان احنا نكمل حتى لو رمضان اونلاين يعني احسن من الكلية ليه احسن ليه يعني ايه الحلوة اللي فيها يعني او احنا كنا اتفاننا دكتور مرة في الاول ان احنا نخليها اونلاين اه وكان الموضوع كان افضل يعني كان اريح هو بس يا دكتور المشكلة اللي بتقابلنا فكرة انه احنا ان واحد معادلت ثلاث دفعات في نفس الوقت يبقى فضيل فيه او كده ده بيبقى صعب دفعات باول باول عليها كده حتى المعاضرة احنا عاملنا الساعة تسعة بالليل يعني بص الجدول نازل في محاضرة لباور ومحاضرة لاتصالة كويس فان شاء الله يعني بعد لما نشوف الاول ظروف رمضان ايه لكن شور بعد رمضان هيكون هدي محاضرة السبت ومحاضرة الحد بس مش فاكر كان مين يوم السبت اتصالات السبت وباور يوم الحد فهم الجدول نازل انك ليك حقك في محاضرة تمام ممكن بقى ان دي احنا اونلاين او مثلا ممكن اسبوع في الكلية واسبوع اونلاين يعني انزبط يعني بس عايزة قابلكو في الكلية خلاص خلاص ان شاء الله الكلام ده بعد هنشوف يعني المهم دلوقتي ان المحاضرة دي داخلة في الامتحان الميت تيرن خلي يعني بكررها هو عشان يبقى الكل عارف استنى الاول انا انا ما هشغل التسجيل مش كده برضو ولا ايه التسجيل يشتغل صحب هو الامتحان هيكون ام سي كيو ولا ريتن ام سي كيو تمام انتو عايزين ايه عايزين ام سي كيو اه باش مهندسة تمام طيب يعني كلكم متفقين والاستاذ المندوب عايزوا ايه استاذ يا مندوب هو يعني مادام شوه متفق عليين وم سي كيو يبقى اكيد ام سي كيو احسن او اغلب الدفعة كانت متفق علي ام سي كيو فهم اه دكتور ام سي كيو احسن حاجة دكتور ماشي واحنا ان شاء الله هنلبي رغباتكو يعني باذن الله تعالى اه انا عندي دلوقتي المحاضرة النهاردة اه بنتكلم على البروجيكت لايف سايكل تعارفين طبعا واخدته مع الدكتورة ان انا عندي البروجيكت لايف سايكل بتاعتي بتبتدي من حاجة اسمها الانيشييشن يعني البروبلم فين او الحاجة اللي انا عايز اعملها في هذا المشروع عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اه مثلا سيارة كهربائية عايز اعمل اه محل عايز اعمل اه لعب اطفال يبقى ده البروجيكت انيشييشن فيجي بعد كده البلانينج يبقى اول حاجة عندي ان انا احدد انا عايز اعمل ايه؟ اول حاجة اللي هي بدء المشروع بداية المشروع دي مهمة جدا لانها بحط البيزيكس الخاصة بالمشروع اخش على البلانينج زي ما انتو شايفين مكتوب هنا بروجيكت ديفينيشن يعني لابد الاول اعرف المشروع ايه هو الحاجات الاساسية ايه الناس اللي هجيبهم في المشروع ايه يعني لازم نحدد البيزيكونسبت بتاعتي بعد كده اخش على البلانينج البلانينج ده ازاي بقى ان انا اشوف هنفذ الحاجات اللي انا عملتلها انشييشن دي هنفذها ازاي ايه ايه الحاجات اللي انا هبتدي اتكلم فيها زي ما هنشوف بعد شوية بعد كده نخش على الاكسيكيوشن خش على الاكسيكيوشن عمليات الانجاز ان انا خش بقى ايه انفذ بقى يعني انا عملت البروبلم عملت الانيشييشن عملت التخطيط البلانينج بعد كده نخش على التنفيذ بعد كده المونيتور عملية الكنترول ازاي اعمل مونيتورينج وكنترول اه مهم قوي دي قوي دي دي مديش حاجة في غاية الاهمية زي ما نشوف احنا المشاريع القائمة حاليا في يعني كمثال في مصر وبنشوف ان هي ازاي بتتم بمده الكفاءة ويعني بصراحة يعني يعني في عليها كنترول في عليها ومعملها الاشياء اللي هي محتاجها اي مشروع بعد كده غلق المشروع project closure غلق المشروع ده بيعتبر يعني يعني في الاخر بقى بعد ما بخلص ومشروع بتاعي انتهى وبقى يعني يعني اكيد بقى مثلا انا عايز المشروع ينجح ما خبالك واحد يعمل مشروع مثلا مصنع ملابس عايز يسوق البضاعة بتاعته في السوق عشان كده محتاج customer يعني محتاج ان فيه ان هو يبقى على علاقة بالconsumer محتاج ان هو يبقى يشوف society اللي هو عايش فيه هل المشروع ده هيمشي فيه ولا مش هيمشي في هذا المجتمع لان ممكن مشروع يمشي في مصر ما يمشيش مثلا في امريكا ممكن مشروع يمشي في امريكا ما يمشيش في مصر يبقى اذا لازم ان انا اشوف الكلام ده يبقى انا اول حاجة الانيشيشن وبعد كده الانيشيشن الكلوجر او غلق المشروع بعد غلق المشروع بقى بيبان ايه الخطوة اللي بعد كده ده بيسموها phases of project اهم phases of project الانيشيشن planning implementation الانيشيشن والكلوزنج اللي هو الكلوزنج كلوزنج للمشروع الانيشيشن 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 ده اول حاجة عندي البيزنس كيس ايه موضوع المشروع بتاعي ايه تفكيري في المشروع ان شاء الله انتم يعني هتتخرجوا قريب صح ويقول لكم في ايه في سينيور اتنين ولا مش عارف حاجة كده ولا ايه يا شباب اه يا دكتور كلنا في اخر سنة يعني ان شاء الله اتصلات سيني وان لسه قدامها سنة اتصلات سيني ومعليش افرقتش بس تلات اربع شهور مش كده برضو ولا ايه اه خلاص يعني يعني اتخرجوا تمام زي ما احنا بنقول وزي ما الوضع بيشجع انه اي تقدم بيتبني على القطاع الخاص دي مش عايزة نقاش حتى في يعني الدول المتقدمة دي كلها القطاع الخاص هو السبب في تقدمها مش الحكومة الحكومة اه بتساعد وبتشجع وبتعمل قوانين ولاخره انما المشاريع دي هي اللي بتساعد على تقدم الشعوب او تقدم الدولة فانا عندي اول حاجة البيزنس كيس البيزنس كيس الحالة اللي انا هعمل فيها المشروع ايه هو؟ لا اول حاجة انا بفكر فيها واحد يجي اقول لك انا عايز اعمل العربية وة وأجيبها عربية ووعملها في الشاعة يكيبها فيها مش عارف ايه وهده مشروح برضه يعني اخبالك يعني اذا المشاريع بتختلف يبقى أنا الاول حاجة لازم اناقشوف ايه الاحتياج اللي انا اعمل عشانه هدا المشروع الخطوة اللي بعد كده حاجة اسمها فيزيبيلي تيستادي دي يعني دراسة الجدوى زي ما أنا قلت في عوامل كتيرة إن أنا وهنشوفها إن شاء الله إن أنا بدرس فيها أو إن أنا بشوف فيها الفيزيبليتي دراسة الجدوى دي مهمة جدا ولازم أنا قاعد أفكر هل ده هيمشي ولا مش هيمشي بعد كده آسف بعد كده terms of reference إيه بقى الموضوعات المراجع أو الحاجات اللي أنا لازم أرجع إليها لازم أحطها في اعتباري هنشوفها دلوقتي بعد شوية الخطوة اللي بعد كده تعيين التيم بقى طبعا البروجيكت ده عبارة عن تيم ويرك تيم ويرك تيم ويرك ده مهم جدا لأنه لازم أنا أجيد أو لازم أنا أعين ناس قف في هذا المشروع هنا لازم أفكر في حاجة أنا عايز أهل الثقة ولا أهل الخبرة والزكاء أكيد طبعا أنا راجل عايز المشروع بتاعي يكسب تمام أنا دلوقتي كمستثمر كمستثمر يهمني أنا عندي رأس مال وعايز من أنا أشغله طبعا ما في الشك إن أنا يهمني إيه يهمني إن المشروع ينجح لأننا هدفع أو هدفع يعني هدفع رأس مالي في هذا المشروع يبقى إذن الخطط والتانية هي البروجيكت تيم إزاي أختار البروجيكت تيم من أول الماناجر مفروض يكون فيه مدير ويكون فيه آآ 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 ليدر ويكون فيه بعد كده عمال يكون فيه فنيين يكون فيه لهو مشروع عن داسي يكون فيه مهندسين آآ 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 بعد كده البروجيكت أوفيس إزاي يحصل كوميونيكيشن communication between الممبرز of the team لازم بعمل الأوفيس الأوفيس ده قد يكون أوفيس يعني موجود فعلا في الموقع نروح هناك في الموقع وبنعمل أوفيس وببقى فيه التيم كله بيبقى فيه يعني أي منقشات أو أي تفاصيل بتبقى هناك أو ممكن نعمل أوفيس افتراضي أوفيس افتراضي طبعا الcommunications between الممبرز طبعا دلوقتي الcommunication بقت حاجة يعني حاجة عظمة مش كده ولا إيه فطبعا دلوقتي يبقى أنا أهم شيء إن أنا بحدد البيزيكس هاي دي بتمثل البيزيكس of the project آخر حاجة بقى الريفيو إن أنا براجع وبشوف وبشوف أنا عملتي إيه وأنا وأنا يعني الانيشييشن خلص ولا لسه الانيشييشن فيس ده طبعا لازم أحدد البروبلم ده مكتوب هنا أنا أنا بتناقش معاك وبتكلم عنه يعني باللغة العامية بس مكتوب هنا طبعا يعني أكيد أنت تقدر يعني تشوف لما يجي لك سؤال تبقى تقدر تعرف آآ إزاي إزاي تختار يعني لازم نعرف الديفينيشن of the problem البروبلم بتاعت إيه وهي السليوشن أوبشنز إيه بأول نقطة لازم أعرف تاني نقطة زي ما اتكلمنا الفيزيبيليتي استادي الفيزيبيليتي استادي الفيزيبيليتي استادي دي بتقول لي إنه هال السليوشن ده achievable وبتقول لي إيه الريسكس الريسكس دي هتكلمكم عنها إن شاء الله بس قدام بقى بعد بعد ما تخلصوا الميت تيرم الريسكس يعني دي تعتبر مهمة جدا لأن أي شيء فيه ريسك أي شيء ريسك بس أهم شيء يكون الريسك ده acceptable or not يعني هل أنا أقبل الريسك ولا ما أقبلوش أكيد فيه ريسك بس طبعا الفيزيبيليتي استادي بتديني indication هل أبدأ في المشروع ولا لا الأعمل start or not فبنعمل فيزيبيليتي استادي وفي مكاتب على فكرة بتديلك أو بتعملك الفيزيبيليتي استادي ده هي terms of reference عبارة عن زي ما هو مكتوب كده إيه الأغرض إيه الابجيكتبس إيه الهدف سكوب إيه الإشياء اللي أنا محتاجها deliverables المعطيات بتاعتي for the project دي حاجة الأولينية الحاجة التانية الorganization organization دي اللي هي اللي هي مسؤولة عن اللي هي بتكون مسؤولة عن المشروع الهيئة اللي أنا بخليها مسؤولة عن المشروع لازم أكون محدد إيه الهدف إيه 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 السكوب بتاعي اللي أنا هعمله طيب في عندي حاجة اسمها ودي هنسمع عنها بعد كده activities resources and funding آه التلاتة دول مهمين جدا activities طبعا اللي هي steps أو الحاجات اللي هي المراحل المشروع بنسميها activities resources المصادر بتاعتي وال fund funding ده يعتبر شيء مهم جدا مين اللي هي يمول هو ده السؤال لأن اللي بيمول المشروع يبقى عنده شيء من الصبر طبعا هو مش هيجي النهار ده ويجي بكرة يعني يكسب مليون جنيه طبعا ده ما ينفعش لازم هو يكون عنده شيء من الصبر لغاية المشروع ما يقف على رجليه ويبتدي يبزلها في السوق ويبتدي يعرض الحاجات اللي هو اللي هي عنده يبقى أنا عندي دلوقتي لازم يكون عارف ال و و دي حاجة لازم أكون أنا عارف وال وال اللي أنا هبتدي فيها لأن المشروع ده هيبقى فيه موظفين فيه ناس عمال وفيه ناس مهندسين وفيه مدير وفيه هيئة اللي سمينيها ال فيه هيئة لازم الهيئة دي طبعا دول كلهم ناس هيشتغل بيحتاجين طبعا أكيد مرتبات شهرية ده غير بقى تمن العدد والأدوات والأكويبمنت اللي هو هيجيبها وأي شيء أيا كان زي واحد مثلا بيبني مول مشروع مول طبعا ده أكيد هيكلف يبقى لازم الفند ده مهم جدا أن أنا أعمل حسابي عليه أو الكوست أو الكوست وانتو خدتوا جزء من الكوست في الجزء الأولاني اللي جاي بعد كده فضل هو هو مين اللي بيعمل الفيزابيليتي يعني بيبقى دراسة خريج ايه قليت ايه ده بيبقى خريج ممكن تقول تجارة ماشي ممكن تقول غالبا بيبقى تجارة يعني دارة محاسبة ادارة اعمال ادارة اعمال ادارة اعمال شكرا تجارة طبعا من الكوليات على فكرة مهمة ومطلوبة ومن الكوليات الكويسة يعني لان فيها دراسات مختلفة الاقتصاد وفيها محاسبة وفيها حاجات يعني كتيرة اه بعد كده نعمل ادارة البروجيك تيم اه دي بقى مهمة جدا انا اقولها لك كده وكلام مكتوب هنا بس احنا طبعا بنتناقش فيه مش مجرد ان انا او يعني بنوضحهم طبعا هو قبل ما يفكر في البروجيك تيم زي ما قلنا فكر في الاسكوب فكر في ال بيزنس كيس فكر في 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 فكر في الحاجات دي وعمل لها اساس وقالك بقى ايه طبام ان هو كان يعني مقبول وخد ان هو يبدأ هذا المشروع بتاعه كمستثمر يعني بتكلم عن المستثمر لان المشروع ده محتاج مستثمر وتقولكم قبل كده ان المشاريع القطاع الخاص دي يعني مطلوبة جدا جدا ولازم تتشجع الى اقصى درجة ليه بس طبعا انا اصد المشاريع اللي هي شريفة المشاريع اللي هدفها انها تخدم المجتمع ليه لانه اولا بيعمل منتجات ممكن يقدر يصدر زي احنا ما منشوف احنا بنستورد حاجات كتيرة جدا يعني احنا بنستورد العربيات وفرحانين ان احنا بنجيب الهينداي مش كده والكية في حين مصر كانت اسبق منهم في عمل العربيات في الستينات وفي السبعينات القرن الماضي مصر سبقتهم بس للأسف الشديد ما مشيتش العملية كما ينبغي واخبالك اللي انا عايز اقوله ان انا خلاص انا طالما ان انا عملت ديفينيشن للمشروع وacceptance ودرسته ابتدي بقى عين الحاجة المهمة عندي هو البروجيكت مانجر مهم جدا وانت وانت لما تتخرج هتلاقي كده في اعلان يقولك مطلوب مدير مشروعات شبكات مش عالة ايه متخصص في كذا عايزين مدير مدير مشروع في اي دولة او في اي مكان او في مصر اخبالك اه يقولك ايه احنا عايزين مدير مشروع اهم حاجة عندي ان انا اعين المدير المدير ده هو ايه يعني هو اللي بيمشي المشروع ده كله لازم يكون على هنجوف برضو صفات المدير وانتو اكيد اتكلمتوا عنها في الجزء الماضي في الجزء اللي قبل كده المانجر ده لابد اننا اعينه بكفاءة عالية ده اللي هو البروجيكت مانجر البروجيكت مانجر ده زي ما قلتلك هو المحرك للمشروع لازم يكون عارف كل حاجة وعارف ايه وعارف فين وعارف ازاي يجيب وعارف ازاي يعني عارف الخطوات المشروع وعمل estimated time للمشروع estimated time ما هوش يعني exact بس هو عامل estimated time بنعين هنا يقصد شي أو هي شي أو هي يعني قد يكون المدير سيدة او قد يكون رجل المهم العقل اللي هيمشي هذا البروجيكت العقل اللي هيمشي البروجيكت طبعا هنا كاتب الحاجات اللي هو يعني مهام المدير او يعني كده مختصرة عن مهام المدير المدير يبقى عنده خلفية بالهيومن ريسورس لازم يكون عارف يعرف ازاي يختار الناس سواء مهندسين سواء مثلا مشروع طبي ازاي يختار الأطباء يعني المدير ده هو يعتبر حلقة الوصف بين المشروع الاكسكيوشن بتاع المشروع زي ما هنتشوف بعد كده والتاستمرز والسبونسورز والستيكهولدرز والناس اللي هي الداعمة للمشروع المشروع لازم يكون له داعمين ما يتسبش كده يعني فلازم يكون ايه له داعمين يبقى هو لازم يعين البروجيكت بييجي بعد ايه بييجي بعد الايه الستابلشمنت البروجيكت البروجيكت اوفيس بروجيكت اوفيس دا لازم يكون فيه سنتر للأوفيس قد يكون ريال اوفيس اوفيس حقيقي او بيسموه فيرتوال اوفيس فيرتوال بروجيكت اوفيس فيرتوال يعني يعني حاجة احنا بنقول ان عملنا اوفيس بس دا يعني افتراضي افتراضي يعني ايه يعني ملوش مكان محدد يحصل communication between الميمبرز فهنا حضرت النقاط اللي هو location location دا مهم اما يكون فيزيكال او فيرتوال فيزيكال دا office حقيقي موجود او فيرتوال الcommunications طبعا انا مش هتكلم عن communication مش كده لان احنا الوقت الحمد لله في عصر الcommunications واحد يعني حاجة تفوق الوصف ال documentation لازم يكون فيه انا عامل يعني زي ما تقول ملفات او انا عامل يعني مسجل عندي كل شيء يخص المشروع دا في ال office tools اللي هو accounting وبيعمل ال project planning وبيقدر ال risks اللي ممكن تيجي ممكن تيجي ريسك تعطل المشروع وهنا احنا برضو احنا هنا في مصر عشنا بعد فترات في الزمن الماضي كان فيه مشاريع توقفت نظرا للظروف وقتها لكن جات بعد كده واشتغلت وكانت حاجة عظيمة جدا اللي انا عايز اقوله هنا كمان قادي الفيز ريفيو ده كده بقى ايه بنعمل مراجعة المفروض ان بانجر برضو او اللي بيعمل هذه المراجعة ده كده اللي ايه يعني ملخص في نقاط انا حبيت اكتبه برضو كده او حبيت ان انا اعمله كده ال سبونسور سكوب البودجيت البودجيت دي مهمة جدا ليه لانها دي البداية انا هجيب ناس هجيب ناس قد يكون مشروع ضخم زي المشاريع العظيمة اللي انتوا بتشوفوها او هكون اا اا يعني يبقى لازم انا احدد البودجيت اجي المستثمر اقول لي والله المشروع ده هتكلف كذا مليون اتنين عشرة الف المهم ان انا لازم يكون البودجيت لازم تكون معروفة اا البرود ستيتمنتز الريسكس الابروتش والتايم لازم يكون عندي يعني تصور للريسكس اللي ممكن تحصل للتايم لإستيمات التايم زي ما قلت وازاي ان انا اعمل ايه وازاي ان انا ابتدي في المشروع الاستيك هولدرز انا عملنا هنا حاجتين البرودجيت والاستيك هولدرز دول اللي هما لازم يكونوا داعمين للمشروع الناس اللي هي هتكون اا اا هنا بروژيك سبونسور وهنا الاستيك هولدرز المانجر دا برضو يبقى خلاص السايند زي ما قلت لكم المانجر دا بياخد يعني لازم يتعين يعني انا انا افرأي يكون اهل الخبرة وليس اهل الثقة ولازم يكون اا يعني انسان يعني مش هقول يعني اقول انه انسان محترم يعني يعني لازم يكون عنده شيء من الامانة ولازم يكون يعني حسن السير وطبعا ما فيش شك يكون فنيا وخبرته تكون عالية زي ما تشوف بعد كده ما يجي يقولك احنا عايزين مدير مشروع خبرة خمستاشر سنة في مثلا التحكم في شبكات الكهربية في دول العربية بتطلب كده او في مصر عايزين عايزين كذا مدير مشروع خبرة عشرين سنة خبرة خمستاشر وهكذا كده يبقى اعتبر اللي هو الانشييشن زي ما شفنا الانشييشن ده بيتكلم عن البيزنس كيس بيتكلم بيتكلم على الحاجات الاساسية اللي انا المفروض اأسس عليها المشروع تمام يدي الحاجات الاساسية ان انا عرفت عين ناس عرفت الموضوع بتاعي هيمش ولا مش هيمش في المجتمع اللي انا عايش فيه او اللي هيتعمل فيه يجي بقى لل ل ال ال لها بصراحة يعني شوط كبير طبعا دي مهمة ال 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 بعد كده اكسيبتانس كوميونيكيشن روكرمينت و ال كونتراكت كونتراكت ذا سبلايرز اللي هم اللي هيمدوك بالحاجات اللي انت عايزها وبعد كده في الاخر نفس الحكاية يبقى دخلنا في الرسورس ازاي بقى ازاي بقى انا اشوف اتفق مع مين يعني ابتدى اشوف ازاي هجيب الحاجات اللي انا عايزها وفي مدة قد ايه طبعا انا بحتاج حاجات للمشروع ال resources financial quality quality دي مهمة جدا وهنتكلم عنها برضو risk مهم وهتكلم عنه ال acceptance بالنسبة لل plan communication plan طبعا ده مش محتاج لان النهاردة communications يعني ايه ويسأوا ال procurement plan الحاجات اللي انا بجيبها للمشروع contract the suppliers انا هديكم برضو مثال على contracts ان شاء الله في الاوقات القادمة اول حاجة عندي هنا planning planning هنا develop project plan شوف بقى الخطوات عشان قدرتك لما تلاقي الكلام ده مكتوب تعرف تختار انا عندي project plan المدخل او السكة حاجة اسمها work breakdown structure دي دي مهم قوي والاختصار بتاعها قوي لانها اسألك فيه كويس الwork breakdown structure الwork breakdown structure دي عبارة عن مجموعة activities بتاعة المشروع ادي ادي الwork breakdown structure steps تمام يبقى هعمل انا هعمل لعبة اطفال جديدة new children toy طيب لعبة جديدة انا هعيز اصنع لعبة جديدة مثلا بتشتغل باي حاجة بالريموت بتشتغل باي شيء فلازم اشوف ايه اللي انا هعمله اللي انا هعمله الاول وبعدين ايه اللي هعمله بعد كده بعدين ايه اللي هعمله وبعد كده فدي اسمها ايه تقسيم العمل وليس schedule للعمل يعني ال WBS دي اللي هي اختصار work breakdown structure ودي على فكرة نضيع فيها يمكن نص محضرة قدام يعني بس طبعا دي بس كده البداية بتاعتي وهسألك فيها زي ما قلت الwork breakdown structure ده اللي هو تسلسل العمل تسلسل العمل ازاي ايه الحاجة اللي عملها وبعدين الحاجة اللي عملها التانية وبعدين الحاجة اللي عملها التالتة وبعدين يعني الحاجات اللي انا ايه اللي انا همشي فيها But it is not schedule تمام يعني هاشا كده هانا بيقولك ال schedule اللي هو بيبقى ال project manager هو اللي بيعمل ال schedule لكن ال work breakdown structure ده مجرد اللي هو يعني فرض للاشياء اللي انا هعمل بي resource plan resource plan انا هحتاج ايه في المشروع انا مثلا habneymol habneymol يعني هحتاج حاجات حديد حاجات اسمنت حاجات زي كده لازم اعرض ازاي اتعقد عليها وازاي اجبها ده بيسموها resource plan يبقى انا بتكلم هنا على ايه على ال assessment اللي انا اجيب اشتغل بال resource plan ال resource plan ده اشوف ايه النوع ال equipment اللي انا عايزها materials وعايز اعرف الكميات يعني ده بتتكلم عن resources اللي انا عايزها ال quantities اللي انا عايزها quantities اللي انا عايزها احتاج resources ايه كل ده لازم يتعمل ما هنفيش واحد بيمش كده اي كلام وقت ما يجيلي مثلا اه ده احنا عايزين نجيب اسمنت طبعا لا انا 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 بابتدي بشوف انا بعمل مبنى انا بعمل محطة لاش مبنى محطة محطة بي في مثلا انا بعمل محطة thermal power station اه ده لو كان كهرباء يعني اه انا بعمل مشروع اه اه new car and so on يبقى لابد ان انا اعرف ايه resources او ايه المaterials اللي انا هستعملها طبعا الكوست بتمثل حاجة مهمة جدا الكوست لان داخل فيها sellers بتاعت الناس داخل فيها equipment الكوست بتاعت equipment وال materials واي شيء انا هحتاجها to execute او to perform ال project يبقى اللي هي ايه financial plan تكلمنا على work breakdown structure اهي وتكلمنا عن resource plan والfinancial ايه طبعا ده لابد منه انا هحتاج فلوس قد ايه بس حتى حتى البطجت ده البطجت البطجت هو نفسه financial plan يعني نفس المينم البطجت او financial او quantity of money required جب تبقى estimated برضو لان ممكن اثناء التشغيل تختلف cost تزيد او تقل يبقى يبقى في الحالة دي اقدر اقول انه لازم يكون عندي estimation لمين estimation لمين estimation ل cost البطجت اللي هتكلمنا عنها البطجت never بي او never او هي cannot be exact يعني may change ما قدرش اقولي ان انا مساء مشروع ده هيكلف مليون طب ما جايز بعد ست شهور الاسعار تزيد يكلفني مليون ونص انا معرفش دلوقتي ما قدرش ان انا احدد اثناء المشروع اه ال quality quality means success of the project يبقى quality دي معناها ايه success هل بشوف المشروع ده اه يعني هينجح ولا لا هل هل quality expectation زي ما همكتوب هنا اه achieved ولا لا هل المشروع بتاعي حقق مستوى quality 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 دي كلمة كبيرة جدا لان هي وانتو خدتوا حاجة اسمها power quality quality دي مهمة جدا ليه لان انا دي بتختلف على فكرة من مجتمع لمجتمع عملية عملية quality ويجب اشوف هل quality معناها الرضاء يعني على مستوى المنتج مستوى المنتج مين اللي بيحدد الرضاء الـ customer لان انا عمله عشان ايه عمله عشان المستهلك الـ consumer ده اللي هو المستهلك المستهلك هو اللي بيحقق اللي ايه هو اللي بيقول لي quality quality عالية ولا لا فيه فيه حاجات تلاقي عليها اقبال وفيه متجات تانية ما تلاقيش عليها اقبال risk plan risk plan زي ما قلت لك من شوية ان فيه risks بيعملوا حاجة اسمها risk plan على فكرة و مهم قوي ان انا هنا كاتب جملة mitigate all critical project risks يعني انا ازاي ان انا ازاي ان انا اتجنب risks اللي ممكن تأثر على المشروع وتأخر المشروع وتبقى مشكلة كبيرة فيه risk فجائي على فكرة وفيه risk بيحصل اثناء العمل يعني فيه risk ممكن يحصل فجائي يعني تأثير خارجي على المشروع ممكن يحصل risk وممكن يحصل risk اثناء execution and so on develop acceptance plan الacceptance ده مهم يدي واحد يقول لي طب ايه الفرق من الacceptance والquality الacceptance مين اللي بيحدده زي ما قلت من شوية انا قلت دي من شوية ال customer اهو ال customer ده هل deliverable دي هل هي meets or exceeds his او her requirements ايا كانت ال customer ايا كان ال customer ده اخذ بالك هل هل انا حققت المتطلبات اللي عايزها ال customer ولا لا هل انا ال specifications بتاعتي حققت رضا ال customer or not ده ده ال acceptance plan يبقى ال acceptance plan وال quality plan لاتنين مين اللي بيحدد يبقى يحددهم الى درجة كبيرة ال customer يعني ال customer هو اللي بيحدد ال acceptance هده المشروع ده accepted ولا لا تمام زي مثلا اقول لك على حاجة زي مثلا مشروع سيارات العربيات اللي ماشية بالغاز تحويل العربيات لغاز ده مشروع ناجح لانه مشي طبعا اكيد في في customer هيقولوا ان هي ان هو استفادوا من هذا المشروع تمام تمام يعني خصوصا التاكسيات وال والبساط والحاجات اللي هي بتشتغل يعني بالأجرة او او هي شغلها كده بعيد عن الملاك يعني يمكن هي استفادت من هذا من هذا من هذا الموضوع اخذ بالك يبقى انا عندي acceptance وال quality يبقى الاتنين دول نقول ان هما في بينهم تشابه لان ال quality بتتكلم عن success وال acceptance برضو بتتكلم عن success ومين بيحدد success ال customer لان هو اللي بيشتري بيشتري المنتج هو اللي بيشتري المنتج طبعا ما فيش شك يعني مثلا احنا عندنا العربيات اللي هي هينداي دي اول ما نزلت كانت الناس بتخاف تشتريها وقتها كان فيه منتجات مصرية سيارات مصرية كانت مالية البلد ومالية السوق كانت مصرية دلوقتي زي ما انت شايفين الهينداي والكيا والكلام ده هو اللي مالي البلد فطبعا يعني اذا يعني هما هما يعني اكيد كل ان هما سوقوا مش بس في مصر في منطقة اسيا وفي افريقيا وفي وفي الدول دي وحتى في اوروبا على فكرة هما برضو بيسوقوا ده دليل على حاجتين على الكواليتي والأكسبت صح يعني البروجيكت ده ده اكيد كان بروجيكت اخبالك اكيد من البروجيكت اللي نجحت وعلى فكرة هما قطاع خاص يعني 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 هما بيخدموا بلدهم وعشان كده بقولك احنا يعني محتاجين قطاع خاص يعمل منتجات قوية يعني زي ما احنا الوقت ماشيين وشغالين وبنحاول ان احنا ندعم هذا الموضوع الى درجة كبيرة لأنه كمان فيه حاجة مهمة اللي بيشغل الخرجين اللي هما بيتخرجوا سواء هندسة طب صيدلة ايا كانت المشاريع دي هي اللي مهمة وزي ما قلتلك يعني فيه connection جامد قوي بين القطاع الخاص لازم يكون فيه connection جامد بين القطاع الخاص والدولة القطاع الخاص يخدم الدولة واخبالك انا اقصد ان القطاع الخاص اللي هو يعني هدفه ان هو يخدم دولته ويخدم نفسه انا اقصد هذا طبعا يعني او ظن وضحة هذه النقطة الcommunication خلي بالكم الكلام بتاعي لانه ممكن الكلام بتاعي يجي في سورة حاجات develop communication plan طبعا دي انا مش هتكلم عنها مش كده برده اه اه يعني اظن النهاردة الcommunication مفيش احسن منها مش كده هتلاقي فطبعا يعني دي مش هتكلم عنها لان لان احنا في حصر النهاردة في حصر الاتصالات البروكريمنت plan ايه بقى البضايع او الاشياء اللي انا محتاجها من السابلايرز السابلايرز ده مهمة جدا هجيب منين انا زي ما قلتلك عايز اشتري يعني مثلا انا انا زي ما بنعمل مثلا مبنى عايز اشتري حديد طب اجيبه منين لازم اتصل بعمل plan اشوف الناس اللي المصانع الحديد فين او التجار او الناس اللي بيتورد وابتدي اشوف انا محتاج طبعا بتعمل دراسة محتاج قد كده ومحتاجهم امتى وانسوق نفس الحكاية بالنسبة للحاجات التانية اه انتركت سابلايرز السابلايرز دول مهمين جدا بعمل معاهم كنتراكت طبعا الكنتراكت ده بتعمل قبل الاكسيكيوشن انا مش اعمل الاكسيكيوشن وانا ما عملتش للايه appoint للسابلايرز لازم اعرف فين زي ما قلت لك فين مصانع الحديد لو انا بابني مبنى فين مصانع الاسمنت فين مصانع كذا كذا حسب الحاجة بابني مستشفى مثلا او بعمل مشروع مستشفى خيري او بعمل مشروع مستشفى بشكل كذا كل دي حاجات طبعا مهمة جدا ولابد يكون معمول لها السابلايرز مهمين ده كده ملخص طبعا ده ملخص لها حضرتكم تقروها كده جمل مفيدة ان انا ازاي ان انا اقدر اتكلم عن البلانينج في اربع نقاط قدامكم حضرتكم اهو ده ملخص كلام اللي انا قلته يعني ده كلام مش جديد ارجع بس هنا واضح ان انا كان عندي هنا الورك بريكداون استراكشر الريسورس الفاينانشيال دول البايزيكس بتوع البلان بتوع البلان ان انا ازاي اعمل بلانينج وتكلمنا هنا وتشوفنا ايه الحاجات المهمة في هذه الاسلايد الاكسكيوشن الاكسكيوشن بقى هو التنفيذ هو التنفيذ انا عملت بلان وبقيت عارف زي ما بيقول بالمثل البلدي عارف انا ماشي ازاي واخبالك او عارف عارف طريقي وعارف انا بعمل ايه وانس ان انا جيت عملت الانيشييشن والبلانينج اخش بقى فين في الاكسكيوشن خش في الاكسكيوشن اكسكيوشن معناه التنفيذ اتخش انافز حاجتي موجودة شفت الكوست بتاعتي السالرز بتاعت الوركرز كل ده موجود فهتلاحظ ان الاكسكيوشن هو تكرار مش تكرار هو نفس الحاجة بس بصور التنفيذ يعني فيه حاجة اسمها تايم مانيجمنت اه تايم مانيجمنت ده مين اللي بيقدروا بروژيكت مانيجر بروژيكت مانيجر كوست مانيجمنت كواليتي مانيجمنت change management risk الاشيو مانيجمنت procurement management acceptance اللي كلمنا عنها انها في علاقة بينها وبين الكواليتي الacceptance management وهو اتكلم هنا عن الكواليتي الacceptance والكواليتي الكميونيكيشن طبعا الكميونيكيشن دي مقلت من شوية مش هنتكلم عليها لان هي يعني مش محتاج الimplementation طبعا احنا هنا في الimplementation ده build deliverables ابتدي بقى اشوف الحاجات اللي انا هجبها deliverables ده هيا ولا هي accepted بالنسبة للcustomer ولا لا monitor and control monitor and control زي ما انتو شايفين هنا الاكسيكيوشن كله في monitor والcontrol لابد يكون في متابعة لازم يكون في متابعة مش عايزة كلامي يعني time management cost quality change management انا فاكرة change management ده مهم جدا ليه لانه قد يحدث في اي step من steps بتاعت المشروع قد يحدث قبلك خصوصا time خصوصا resources يعني change management ده معناه انه any change ممكن يحدث اثناء المشروع طب لو حصل change في one factor في اي حاجة ماذا يحدث اكيد هيحصل change في factors اخرى يعني لو انا time بتاعي time scale بتاعي حصل في delay اكيد هيأثر على حاجات تانية يعني لو حصل اي change في factor من factors تاعت المشروع هيأثر على باقي factors او على الاقل هيأثر على واحد يعني واحد ممكن يأثر على factor واحد او او اتنين او ثلاثة او and so on risk management دي هنشوفها قدام ايه ال risks اللي انا ممكن تقابلني وانا بنفذ هذا ال project طبعا risk management دي مهمة جدا لان زي ما قلتلك فيه risks ده اكيد فيه risk في اي مشروع اه 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 ال issue management issue management يعني هل القدرة المشروع ده انه هو انه هو يديني ال deliverable او اللي انا عايزه او المنتج اللي انا عايزه هو ده اللي هو بيسموه issue management لحظوا من هنا سموها كلها management procurement management ازاي ان انا احصل على product من external supplier ال acceptance تكلمنا عنها هناك طبعا communication مش محتاجة كلام ده بالنسبة ل implementation دول برضو النقاط زي ما انتو شايفين كده يعني team hired procrements take place بدأنا بقى نجيب الحاجات البضائع اللي انا عايزها project work underway شغالين في monitor change management monitor and change managed يعني هل فعلا احنا زبطنا نفسينا واحسننا ادارة هذا الموضوع ولا لا communication to stakeholders communication to stakeholders ده اللي هو implementation fields ال closing اخر حاجة هنقولها النهاردة يبقى closing ده ده ما انتو شايفين كده ازاي ان انا انا عملت achievement هل حصل success في المشروع ولا لا هو ده السؤال انا عندي زي ما انتو شايفين كده اول اول حاجة عندي project completion هل المشروع ده حقق اهداف ولا لا ده اول حاجة هل deliverables للمشروع للمشروع اوكي ولا لا اه طبعا مفروض في تقرير بيتبعت واكيد الماناجر بيكون له دخل كبير جدا انه يقدر انه او ايه بعد في حاجة اسمها project closure report وده موجود اه اه وده له علاقة بالكاستمر او بالسبونسور كاستمر او او السبونسور عشان هما اللي بيقولوا ان الكلام ده اوكي ولا لا هيلائي اقبال ولا لا الكلوزينج الفيز ده برضو تسجل او ملخص في اربع نقاط ده الريبورتينج الكلوزينج البروكريمينج و اكيد في دروس مستفادة من المشروع ده و بس كده هو ده اللي انا عايز اقوله يعني احنا كده اه خلصنا البروكريمج ده هيخش معاكم في الميت تير طبعا واضح ان البروكريمج بنتكلم عموما يعني ما حددناش حاجة معينة ولا مشروع معين اه طبعا انتو حاليا انشغلين في بروكريمج مش كده وتحاول ان تطبق عليه هزا الكلام يعني انا اتكلمنا هنا عن حاجات من اول الانيشييشن والبلانينج وال او الاكسيكيوشن هو ده اللي ايه اللي مهم شايف شايف انت في ملخص كده بعد كل مرحلة من دول اربع نقاط او خمسة يعني واضح ان هم مكتوبين كويس اوي وملخصين واخر تمام فهنفل اللي بنا منه احد عنده اي سؤال لا تمام جدا يا دوكور نستعلم حردك بس ترفع علينا ال على التيم قادر هنبقى حالك على التيم وعلى 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 بس اللي ميس لسه ما جاتش كده اللي ميس اشتركوا في القناة